اشتركوا في القناة بحيث لا يكون هناك اي مجال لشك بموضوع الارتقاء سلم الارتقاء البداية انه سنة 1579 كان يوجد راحب هذا الراحب نسم لوحة مجازية نظم لك بيها مستويات الكائنات الحية جميع الكائنات الحية على الاطلاق بدألك بهذه اللوحة بالرسم من الاشكال البداية وضعها اسفل اللوحة ثم صعودا الى اشكال الحياة الارقة الاكثر رقي في الجزء العلوي من اللوحة على شكل سلم هذا الرسم يظهر لك جميع كائنات الحية وكأنها متصلة معا بسلسلة على شكل سلم تصاعدي من الحيوانات الدنيا الى الحيوانات الاكثر رقي ولهذا لا زال يعتقد كثير من الاشخاص حتى في وقتنا الحالي بان التطور يماثل تماما ما رسمه وهذا الراحب سنة 1579 بمعنى انه يضمن سلم ارتقاء كما لو انه الطبيعة هدف الطبيعة ادها هدف من اجل ان تسعى نحو الاعلى درجة بعد درجة بعد درجة تبدأ من الكائنات البسيطة الى الكائنات الاكثر تعقيدة من اجل ان تنتهي الغاية من اجل ان تنتهي في نهاية المطاف بالبشر اللي يتربعون منتصرين على اعلى سلم الكائنات الحية هذا السعي نحو الكمال هو في نظر الكثيرين جزء من العملية الطبيعية تطورية اذا فكرة عملية طبيعية لهدف او لغرض ختامي ماذا نسميها الغائية انه هناك غاية يعني مبدأ ارتباط العلة بالغاية الغاية باكملها هو الانسان اللي الكائنات الحية تبدأ من ادنى مستوى الى اعلى مستوى نهاية بالانسان لكن العلماء ومن خلال كل ما يقدمونه من ابحاث اليوم لم يكتشفوا ابدا اي وجود لدليل على ان هناك غاية من المفترض وجودها في التطور ابدا لا يبدو ان هناك مضمون جوهر يدفع الانواع تصاعديا نحو ذلك الهدف او الغرض المتمثل بمن المتمثل بالبشر او في اي نوع من الانواع الاخرى على الرطا لكن هذه الفكرة المتمثلة بالمستويات العليا ولمستويات السفلة لاشكال الحياة تملك المصيبة انها تملك تاريخ طويل جدا وقديم مع كل ذلك لو كمنا بفحص هذه الموضوع هذا السلم نرتقى جيدا سنستطيع ان نوضح السبب الكامل وراء بقاء هذه الصورة موجودة لحد اليوم نأتي بالبداية على سلسلة الوجود العظمى في كل شيء تمتلك المجتمعات البشرية باكملها نهج معين من اجل ان اصنف الاشياء مهما كانت هذه الاشياء اصنف الاشياء وتضعها في طبقات اوفاءات معينة من اجل ان تعرف كيف تتحامل معها من اجل ان يتنظم العالم بشكل جيد هذا امر معروف عليه في اواخر حقة القصور المسطعة في اواخر عصر النهضة التقريب بداية عصر النهضة امتلكت لك المجتمعات الاوروبية حالها حال بقية المجتمعات نظام تصنيف للطبيعة بشكل هائل جمع لك هذا النظام بين البلوجيا وبين الجولوجيا وبين اللهوت كلهم دفعة وحدة في وقت واحد هذا الموضوع كان يعرف بسلسلة الوجود العظمى اللي تحدثت عنه بحرقة قديمة اسمها سلسلة الوجود العظمى بين كانت وبين دارون او الها اسمها اخر سلم الارتقاء الطبيعي اذا تم تصنيف هذه كانت عيه تم التصميم لغرض تصنيف وعد وفرز ما كان موجود في الكون من جميع الموجودات بطريقة متصلة صعودا يعني من الكائنات من جميع الموجودات الدنيا الى العليا هذا التصنيف كان بالضبط يشبه لو حتى الرسام الراهب سنة 1579 تماما بحيث تم تنظيمه على شكل سلم تراتبي يضع لك الاشياء الاقل كمال اين؟ في الجزء السفلي من السلم او حتى من السلسلة ويصعد لك الى الاشياء الاكثر رقي والاكثر كمال ولذلك ماذا ستجد في ابسط سلسلة الوجود؟ ستجد سخور ستجد معادل في الجزء السفلي على اعتبارها يعني ادنى الموجودات على الاطلاق ثم تليها النباتات ثم تليها الحيوانات ثم تليها البشر ثم تليها الملائكة ثم في النهاية الله الله هو على قمة سلم الموجودات سلسلة الوجود العظمى هذا التدرج الطبيعي للاشياء من الاقل كمال صعودا الى الاكثر كمال كان يوحي بماذا؟ كان يوحي الى الطريقة التي خلق الله بها كل شيء في الكون بتسلسل هرمي من الضم فكانت كل تلك الفئات من سلسلة الوجود العظمى الموجودة تحت فئة الله مجزئة الى العديد من الاقسام الصغيرة لكي تتلائم مع كل شيء معروف من اجل ان نضعه في مكانه المخصص الى اذا اول منظر عيدنا على اول مؤرخ هو لو جوفري هذا المؤرخ اللي كشف عن التأثير المتزايد او الثقافي لسلسلة الوجود العظمى فكتب يقول كانت النتيجة هي تصور خطة هذه الخطة موجودة من اجل هيكلة العالم الخطة متى بدت؟ هذه الخطة بدت في العصور الوسطى حتى اواخر القدر الثامن عشر العديد من الفلاسفة معظم رجال العلم كانوا مؤيدين بهذه الخطة معظم المتعلمين في وقتها راح يقبلون بلا شك مفهوم الكون على اعتبارها سلسلة سللة مرتقائي سلسلة وجود عظمى هذه السلسلة تتألف لك من؟ من مجموعة هائلة من الروابط التي تتراوح في الترتيب الهرمي من أضع النوع موجود في الوجود صعودا إلى من؟ صعودا إلى الكمال مثال الكمال ما هو؟ الله الله هو مثال الكمال انتهى كلام لو جفري هذا المعرخ إذن عندما نأتي نحن من أجل أن نشاهد هذه السلسلة الوجود سنجد أن الصخور ليس لها أي قيمة بالنسبة للبشر البشر هو اللي يصنفها هي سلسلة الوجود لذلك أين سيكون موقع الصخور؟ سيكون موقع الصخور في الجزء السفلي من الترتيب طيب ماذا سوف يأتي بعد الصخور؟ التربة الخصبة يستفاد من عندها الإنسان سوف يضعها في مرتبة أعلى من الصخور بعدها ماذا تأتي؟ بعدها تأتي الأحجار الكريمة المعادن المختلفة اللي يستفاد منها الإنسان سوف تكون في درجة أرقة هذه المعادن الموجودة على الأرض يعني على اعتبار الزهب والماز سوف يكون أيضا أرقة المعادن في قمة المعادن طيب ماذا عن النباتات؟ النباتات أيضا إلها مراتب في هذا السلسلة تصعد النباتات المفيدة للإنسان سوف تكون في قمة هرم الخاص بالنسبة للنباتات مثل الفواكه الخضر غيرها النصوات معدها النباتات الجميلة الورود سوف تكون في مرتبة عليا لكن النباتات الضارة العشاب النباتات السامة سوف تكون في أسفل ترتيب اللي خاص فقط بالنسبة للنباتات ماذا عن الحيوانات؟ الحيوانات نفس الشيء الأنواع اللي ممكن نسميها أحيوانات أكثر ربل وأكثر ذكاء سوف تكون في مرتبة أعلامية من الأنواع الخطرة الأفاعل العقارب الحشرات الضارة سوف تكون في أسفل السلم المخصص الحيوانات البشر أيضا يتميزون لا تصورون البشر السواسي أبدا البشر لهم كانتهم الخاصة أنت يعني تضع الملوك حالهم حال بقية الشعب لا الباباوات رجال الدين السادة العلويين هؤلاء مو مثل كتل الإنسان العادي هؤلاء بشر مميزون الرؤساء بأكملهم هؤلاء في مرتبة أفضل من المرتبة العمال والموظفين وطبقات العاملة والكادحة هؤلاء في أسفل السلم السلم البشري والباباوات والسادة والرؤساء والملوك هؤلاء في أعلاق ممة البشر ولا استغفر الله خامتري يعني ببارك أنه تضع البشر كلهم سواسية لا حتى الملائكة اللي هم مراتب طبعا جبرايل وإسرافيل وإزرائيل هؤلاء ملائكة توب ثم يأتون ملائكة ثانويين يعني ما لهم أي دور مثل دور الملائكة الكبار القريبين من الرب وهكذا حتى الملائكة اللي هم سلم داخلين في هذا السلم سلسلة الوجود العظمى مع كل ذلك هذه السلسلة الوجود العظمى لا تعني التطور على الأطلاق فكرة التطور كما موجودة على الدارون لم تكن موجودة بشكل واضح حتى أواخر القرن السابع عشر بدأت لك ملامحة لم يكن يخطر ببال أي أحد في ذلك الزمن بأن الأنواع الحديثة يمكن أن تتطور من أنواع أقدم منها عبر زمن طويل أو أن كل الأنواع ترجع أو تتقاسم سلف مشترك وحل ما هو السبب في ذلك السبب في ذلك هو الاعتقاد بأن جميع الكائنات الحية هي غير قابلة للتغيير الله خلقها كل نوع بنوعه ثابت ما تتغير منذ أن خلقها الله إلى حد اليوم كائنات ما تتغير يعني بكل بساطة كانت فكرة سلسلة الوجود العظمى طريقة منطقية عقلانية من أجل أن نرتب لك كل شيء في هذا الوجود في مكان الصحيح الملائم وفقاً لخطة إلهية عصيلة ولهذا ليس من غريباً يكون البشر في قمة السلم أو حتى ما يقدرونه البشر هو ليقوم على الأشياء هذا نضع في هذا السلم هذا في أدنى السلم هذا في الوسط وهكذا البشر هو على قمة السلم هو ليقدر الأشياء راح نتقدم خطوة للأمام في وقت لاعق سوف يأتينا العالم الفرنسي جان باتيست لامارك دمجلك سلسلة الوجود العظمى مع فكرة تغير الأنواع عبر فترة زمنية طويلة اعتقد لامارك بنحو صعب أن الأنواع الحديثة يمكن أن تتطور من الأنواع القديمة بطرق طبيعية لكن ومع ذلك سنم اعتقد بأن التطور يحدث بخط مستقيم سلسلة صعود من الأسفل إلى الأعلى باتجاه تصاعد نحو كمال كذا كان يعتقد لامارك لامارك توف 1829 داروين 1809 يعني داروين عمره 9 سنوات وتوفى لامارك هذه الفكرة بالضبط بالنسبة لامارك تمثل تشبه سلسلة وجود العظمى مع الاعتبار أنه وجود البشر في قمة تلك السلسلة لا أكثر ولا أقل لذلك اعتقد لامارك أنه البشر يجب أن يكونوا المعيار النهائي للحكم على جميع الكائنات الحية كتب كتب يقول بما بما أن التنظيم البشري أكثر كمال صار لزاما أن ينظر إليهم يعني البشر هم أصحاب المعيار للحكم النهائي على كمال أو تردي جمع الكائنات الحية لامارك ربطه مع فكرة التطور لكنه ربطه بطريقة لم تكن سيئة جدا يعني إذا أخذنا بنظر الاعتبار المعلومات التي كانت موجودة في عهد لامارك لم تكن كمال المعلومات الموجودة فيما بعد خصوصا بعد دار وغيرها يعني هي خطوة نحو الأمام لكنها تبقى أيضا نقصا حتى هذا اليوم لا تزال فكرة سعي الطبيعة لغرض ما أو سلم تصاعد يتربع البشر على قمة هذه السلسلة الهرمية موجودة بطريقة مقنعة بل هي السبب الرئيسي لكل حالات سوء الفهم بالنسبة لنظرية التطور أن هناك غاية إلهية وأن البشر يتربع على سلم كارنة الحية نحن نعرف أنه هي وليس سلم هي شجرة حياة مليئة بالأوراق الإنسان يوجد هنا في هذا المكان لكن مع ذلك على أي حال هذه السلسلة الوجود العظمى منافية تماما مع كل ما نعرفه حاليا عن التطور بسبب أنه فكرة الغاية هي بالضد تماما مع فكرة التطور لم يتم العثور على أي آلية تطورية تصاعدية بخط مستقيم يعني ارتقائيا من الأسفل نحو الأعلى أبدا فضلا فضلا عن أنه هناك انقراضات انقراضات كثيرة حثت هذه انقراضات المتكررة تغيرات أيضا لا نستطيع أن نتنبأ بها حثت سابقا هذه بأكملها ما تعطينا فكرة أن نستطيع أن نتنبأ بالطرق التي طورت بها كثير من كانات الحية بسبب الانقراضات والتغيرات التي حثت نأتي للبداية إذا نظرنا للتطور على أنه هذا التطور مسعى حثيس نحو سلم تصاعدي نحو هدف تصاعدي سيكون من السهل أنا أعتقد ماذا بأن النوع النهائي يعني هؤلاء الجالسين فوق قمة الهرم الإنسان والرئيسيات سوف يكون عندنا يقين أن النوع النهائي سوف يكون أكثر تطور صح أم خطأ أكيد صح أو بمعنى لنقول أن هؤلاء الذين يتربعون على قمة السلم سلسلة الوجود العظم مثل البشر سيكون الأفضل تكيف مع البيئة بالمقارنة مع من مع بقية الكامرات الحية الموجودة في أسفل السلم الهرمي اللي عندها تاريخ طول من عند الإنسان واللي ما تطورت مؤكد نستطيع أن نقول بأن الأنواع الأحدث مثل الإنسان هي الأكثر ملائمة من الأنواع الأقدم لأنها تطورت هل هذا هو المقصود عندما نقول ارتقاء هل هو هذا الأمر اللي نقص ذه في الواقع أنه من الخطأ افتراض بأن الأنواع الأحدث مثل إنسان هي أكثر تكيف أو أفضل ملائمة من الأنواع الأقدم فقط لكون إنه هي الأحدث أبدا على سبيل مثال نفترض أن هناك كوكب سيار يضرب الأرض بالضبط مثل كوكب السيار اللي ضرب لك الأرض قبل حوالي 65 مليون سنة وبقت أدى إلى انقراض نصر كائنات الحية نضمن ها ديناصورات نفترض هذا الشيء طبعا ذاك الكوكب اللي سقط قبل 65 مليون سنة في جزيرة قرب المكسيك تقدر قوة التدميرية بعشر مليارات مرة عن القنبلة اللي ألقوها على غير الشيما لهذه الدرجة نفترض أنه اليوم سقط نصر الكوكب على الأرض إذن سيكون من الصعب جدا لأي شيء حي أن يبقى على قيد الحياة عشر مليارات مرة أكثر من القنبلة التي ألقيت على هوريشيما هذا ماذا يعني لا يمكن لأي حيوان مثلا مهما يكون حديث أن يطور جلد سميك أو درع بحيث يقيم من هذا الاصطدام اللي حدث بسبب هذا الكوكب أن يقيم من هذه كارثة أبدا هذا الكوكب الذي افترضنا سيكون ضخم جدا إذن بعد الصدام سوف يغط لتأثير الغبار المرصاعد والحطام أشعة الشمس لمدة أشهر هذا ماذا سوف يؤدي إلى موت النباتات التي تعتمد على الأشعة الشمسية ثم تموت الحيوانات التي تتغذى على النباتات ثم تموت الحيوانات التي تتغذى على الحيوانات التي تتغذى من النباتات وهكذا سوف تنقرض حيوانات بعد حيوانات في سلسلة لا تنتهي مع ذلك قد تكون هناك بعض الحيوانات المحظوظة البعيدة نسبيا عن موقع الاستدام آمنة من تلك الحواصف الترابية والتي من شأنها أن تغمر هذه الحيوانات صغيرة التي موجودة بعدها جدا هائلة والتي يمكن أن تتغذى على أي شيء تقريبا يمكنها أن تتغذى على نباتات متعفنة على جثث متفسخة مواد حيوانية تستطيع أن تنجو من هذا الاصطدام وهذا الشتاء النبوي الصراصير الجرذان يعني بعد حدوث تلك الكارثة إذن الكائنات القديمة الموجودة في أسفل سلم التطور مثل الصراصير والجرذان مثلا على سبيل المثل سوف تمتلك فرصة أفضل لتجنب الانقراض من البشر والكائنات الوافدة حديثا الموجودة فيها على السلم إذن على الرغم من امتلاك الأنواع الحديثة بعض الصفات النافعة في بيئات معينة مثل البشر واللي يتمكنها من موجهة الكارثة بشكل الأفضل من الأنواع القديمة لكن مع ذلك قد تخسر كل الرهانات المتوقعة إذا أحدث فد شيء على سبيل مثال مثل هذا الصدام الكويكب أو غيرها لا يمكن أن يضمن بقاء اترك الكويكب الذي سوف يصطدم بالأرض لا اترك كل اللي يهم بنهاية المطاف هو مدى تكيف الأفراد الموجودين في أعلى السلم الهرمي مع بيئاتهم الانتقائية على سبيل المثال خلت تغير لك مثل تحولات سريعة درجات الحرارة أو على سبيل المثال الحالات الجوية أو المناخية أو وفرة وعدم وفرة المواد الغذائية أو مثلا وجود حيوانات مفترسة من عدم وجودها أو غيرها من الأمور لا يمكن أن نضمن أن الانواع الأرقى سوف تحظى أو تكون أكثر ملائمة في ظروف تلك التغييرات التي تحدثنا عنها سوف تكون أكثر حظ من الحيوانات الأدنى لا يمكن أن ننزم بسبب تغييرات ظروف أخرى أن تكون الحيوانات أعلى سلة من الهرم لها حظ أكثر من الأدنى أبدا إذن تسميت الكائنات بالعليا السفلة سوف تزيد من سوء فهمنا للتطور فهي يعني هذا عمر مغلوط تشير بشكل مغلوط إلى ماذا إلى أن الأنواع الوافذة حديثا إلى شجرة الحياة التاريخية هي كائنات عليا والأنواع التي نشأت قديما من ما هي هي كائنات سفلة أيضا هذا الأمر رائع نمطلق بأن الأنواع هي أكثر أو أقل تكيف مع بيئاتها المختلفة أبدا على سبيل المثال الباندة الصينية العملاقة الموجودة الآن بكل أنواعها هذه حديثة وافدة حديثا إلى الشجرة التطورية أعلى من التماسيح النيلية لكن مع ذلك يمكن أن تكون التماسيح النيلية القديمة في حالة معينة هي أفضل تكيف في بيئتها من الباندة الحديثة كيف هذه التماسيح النيلية تستطيع أن تتغذى على أي شيء تستطيع أن تنقذ لك على أي حيوان يستطيع الغوص بأسنانها الحادة أو حتى بالبر لكن الباندة العملاقة الموجودة حديثا في سلم التطور طورت لك نظام غذائي محدد فهي تعتمد بالشكل كامل على ماذا على شجرة الخيزران ما تأكل غير خيزران هذه بها عشاب كثيفة مصدر غذائي وحيد هذا أمر خطير جدا لماذا لأن سوف يعرضها الانقراض في أي سبب كان على سلم مثال تزود تلك الأشجار حريقي حدث في الغابات شجرة الخيزران تصاب بأمراض أو مثلا قطع جائر لتلك الشجرة وما إلى ذلك سوف تنتهي البندة في حين أن التماسيح النيلية طورت لك نظام غذائي معقد ومتنوع يساعدها على ماذا يساعدها على أن تبقى فطرة طويلة من الزمن حتى مع غياب أحد تلك المصادر الغذائية ماذا سنستنتج هذا لا يعني مطلقا أن البندة ممكن أن نضحها في الجزء العلوي والتماسيح النيلية نضحها في الجزء السفلي هذا دليل على أن الأكثر تكيف أمر خاطئ يعني ليس لا ينجيها يعني بمعنى أن التماسيح النيلية الموجودة في الجزء السفلي والبندة في الجزء العلوي هذا أمر خاطئ بل أنه ماذا يعني يعني فقط هذه أحدث من هذه لكن لا تقول أنه هذه أرقة وهذه في أعلى السلم وهذه في أقل السلم أبدا أمر خاطئ آخر هناك يعني في هذا السلم سلسلة الجزء العظمى هو التعقيد فكما كانت الكائنات نسميها بالعليا أو السفلة ومثل ما عرفنا خلال هذا الشرح أنه هذا أمر مظلل ومعقد تماما هناك أمر آخر اللي هو التعقيد التعقيد أيضا أمر خاطئ لماذا؟ لأن وفرة الكائنات الحية الأكثر تعقيدة الموجودة في عصر الحالي هذه الكائنات المعقدة هي أكثر تعقيد من أسلافها القديمة مليارات عوام فهي ممكن بسبب هذا التعقيد نضعها في أعلى السلم لكن هذا أمر خاطئ لماذا أمر خاطئ؟ لأن البكتيريا البسيطة هذه البكتيريا أقدم أشكال الحياة هي على الأطلاق هي البكتيريا التي لم تتعرض لتغييرات أبدا وإذا تعرضت لأي تغيير أو تكيفات فإنها تتجه نحو مسار التعقيد اللي هي أول أشكال الحياة للبكتيريا البكتيريا كائنات حية جدا بسيطة لم تتغير كثيرا منذ ثلاث مليارات ونصف عام منذ بداية الحياة لكن صدق لا تصدق هذه البكتيريا قد تكون من أكثر المجموعات نجاحا من الكائنات الحية الموجودة على كوكب الأرض بما فيها اللي نضعهم على السلم لأن هذه البكتيريا تمتلك كتلة حيوية أكبر من جميع الكائنات الحية الأخرى الموجودة مجتمعاتا ولذلك نستطيع أن نضع البكتيريا في أسفل السلم ونضع الإنسان في أعلى السلم نفس الشيء لم تتغير التماصيح كثيرا التماصيح النيلية ما تغيرت كثيرا من أيام تواجدها بين الدوناصرات قبل حوالي 200 مليون سنة أبدا ما تغيرت لكن هل نضعها في الأسفل ونضع البند في الأعلى أيضا كان هناك اعتقاد سائد بأن الأسماك الشوكية التي كانت متواجدة قبل عصر الزراع عشر تلاف عام وأكثر انقرضت بشكل نهائي لكن المشكلة أنه سنة 1938 عثروا على وحدة حية من عدها إذن منذ ذلك الوقت تم اكتشاف أكثر من 200 من هذه الأسماك الشوكية هذه يسموها الحفوريات الحية لا زالت موجودة لا يبدو عليها أي تغيير عن أقرانها الحفوريات الميتة الموجودة أبدا عندما تقارنها لن تجد أي تغيير بها إذن سيكون من الخطأ أن نفترض من أن التعقيد طالما أنه كان الحي أكثر تعقيد إذن هو يميل إلى رقي في سلم التطور أو يصفي عليه فدميزة نافعة للبقاء مهما كان معقد تعقيد ما يفيده لا يهم أبدا أبدا اللي يهم هو ما هو مدى تكيف الكائنات الحية مع بيئتها البكترية تتكيف أحسن من الإنسان مدى ملاءمتها مع التغييرات المتكررة التي تحدث أين في تك البيئة هذا المهم بقية الملكل هؤمور ثانوية فإذا كرانت التغييرات التطورية باتجاه تعقيد توفر لك ميزة نافعة للذين يتكون فإن هذه التغييرات سيتم انتقائها والعكس صحيح إذا لم تكن نافعة الانتخاب طبيعي سوف يشفظها لذلك مما يثر الاهتمام أنه بعض سلالات الأنواع كانت معقدة ثم أصبحت أقل تعقيد مع مرور الوقت على سبيل المثال سمكة الكهف كانت عندها عيون والحقريات موجودة السابقة التي كانت عندها عيون الآن توجد بدون عيون يعني لم تستعمل هذه العيون أيضا بعض الطفاليات الداخلية فقدت كل وسائل الحركة البدائية أيضا جماجم بعض الطيور والثديات أصبحت لك أبسط من أسلافها في الحفريات القديمة أسلافها المبكرة تنتقى حلقة يوم وعندنا حلقات أخرى مع إيقونة التطور شكرا لكم اشتركوا في القناة